مين ده يا عاصم ده يبقى عثمان عبد الحميد مصطفى والدك يا فجر فجر بعادت عنده بدهشة وعدم استعاب والدي والدي ازاي يعني انا انا لو انا ابويا مات من زمان هو امي وخلتي قالتلي انهم ماتوا سوا عثمان بسرعة وخوف عليها من الصدمة اهدي يا حبابتي وما تخفيش اهدي انتو بتجدبوا علي لا مستحيل دي تكون حقيقة عاصم انا عاوز امشي من هنا علشان خطري عاصم قرب منها بحنان ومسح لها دموعها علشان خطري يا فجر اهدي واسمعين اسمع ايه اسمع ان ابويا كان عايش كل السنين دي انا عايشة من غيره يتيمة الكل بيبيع ويشتري فيها لما هو كان عايش ماخدنيش منهم ليه ولا كان قابل تمن انه يبقى عني لهم هو كمان انا انا مش عايز اسمع حاجة منكم فاهمين مش عاوز اسمع حاجة علشان انا عايشت حياة كنت فيها ميتة بالحياة وهو عايش طب كان ياخدني انا والله لو جدت هموت من القوة معه ما كنتش هشتكي احسن من العيشة دي ودموعها نزلت بنهيار وعقلها هينفجر من المفاجأة انا كنت في السجن يا فجر فاطمة واسمعين لفقوا لي قضية مخدرات ودخلوني السجن عشرين سنة فجر بعادت عن عاصم وبسط له بتركيز انت اللي لحقتني يوم ما كنت هتقتل عثمان هزي راسه بقى وهي من الصدمة اللي حست بيها وقعت على الارض وهي مش متخيلة انها كانت عايشة كل السنين دي حاسة انها يتيمة وابوها عايش انت عارف اني كنت عايشة ازاي انا كان واحكم علي بالموت اتحكم علي اني فجرة وخينة انا فجرة كويس اوي كل حاجة كان عندي خمس سنين لما خرجت اول مرة من قصر الزهير خرجت من وراء خالتي من وراءهم كان نفس اشوف الشارع والحياة براء القصر يوم ما خرجت للشارع شفت البنات في الشارع مع اهلهم وابوهم وكنت لما بسمع ضحكوهم بعيط لان ما كانش عندي حد يخليني اضحك زيهم يوم هقدروا يعرفوا مكاني ورجعوني البيت وقتها خلتي حرقتلي كتفي لدرجة انه كان بيه ناس للدم وكنت مصرخ بقال وصوتي وهي ما كانش همها حاجة غير انها تقذيني وتقدبني كان محكم علي بالسجن جوال الاصر الملعون ده كنت بموت كل يوم والله العظيم كل يوم اوه يا قلبي عاربي عاربي يعني ايه طفلة طفلة راحة ايه يتحرق لمجرد انها خرجت للشارع تشوف الناس ولما تتحرق هيسيبوها مرمية زي الكلب في فوضة مع الفنة وكثر غيره ربطولها اديها بحدة قماشة وتخلفتوني لي ها لي كنتم بالانانية دي وما فكرتوا وتهربوا كنتوا فاكرين ان حبكم هينتصر لما تهربوا مبسوط دلوقتي انا انا نتيجة الحب ده بنت كل حاجة فيها مشاوهة حتى عقلي تشاوه بسببهم وبسبب هرابكم انت ولدتي اتيمة وعشت بسجونة وما كانش في حد بيحن علي بكلمة واحدة لو حد قال لي كلمة حلوة وكان بيبقى طمعا فيا لا درجة اني فكرت انت حير كتير قوي طبا ازم بقي علشان اعيشت كده ولي ما عشتش زي باي البنات انت جاي بعد كل الاسود اللي شفتها في حياتي وتقول لي انك عايش يا فرحة قلبي لرجوعك هيعمل لي ايه بقى ها هيرجع الايام اللي عشتها ولا هيمحي معاملتهم الزبالة لي انا كان نفسي بقى لي ضحر بس ما كانش في حد اللي هم اهلي بالاسم وبس حتى انت كمان كنت مجرد اسم بس في حياتي لا عرف شكلك قال عرفك جاي دلوقتي لي ها جاي بعد كل السنين دل ايه فكر انك ها هتقدر تعوضني اللي عشتو عوثمان كان بيبكي وهو مش عارف يعملي وكره الفاطمة واسماعيل بيزيد جواه لدرجة انه نفسه يقتلهم دلوقتي لو كانوا قدامه حقك علي اعملي فيي اللي انت عايزة بس سامحيني عاوزك تزعقي وتصرخي مش همنعك وجلوتك عندي اعملي اللي انت عاوزة والله 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 انا كنت باموت في كل لحظة وانا جوا السجن ومش عارف هما بيعملوا فيك ايه لو هتفتكر اني سبتك برغبتي ولا بمزاجي لا انا كل يوم كنت بفكر ازاي اهرب من السجن عشانك انتي بالذات كنت بارقوب عليكي في كل يوم وانا مش عارف انت كويسة ولا لا بس هو رحمة هدير ما بعدنيش عنك غير الشديد الاوي غصب عني وانت مسجون فجري رفعت راسها والشهة كان احمر من كتر البكة والانهيار هو انا وحشة للدرجاتي عشان اتأذي كده طب انا عملت ايه عشان اجرى ليه كل ده عسما حضانها بقوة وهو بيبكي وهز راسه بالنفي لا يا حبابتي لأ بنتي اجمل واحدة في الدنيا هم اللي وحشين وحشين من جوه وحشين قوي كرههم عميهم والطمع مالي قلبهم بس خلاص ورحمة امك انا خرجت لهم وهخليهم يبكو بدل الدموع دم وفاطمة انا هندمها على كل لحظة ازلتك فيها بس عشان قطري اهدي بقى وكفايا عياط سدقين انا كنت بموت وانا بعيد عنك فجر فضلت تعيط وعاصم كان واقف حاسس ان قلبه هيقف وهو مش قادر يستحمل اللي بيحصل ولا قادر يستحمل منظر دموعها بعد مرور ثلاث ساعات عثمان كان بيحكي لها عن كل حاجة حصلت له وازاي كانوا عاوزين ان والدتها تتجاوز عبد الحميد طالي اختها وانها رفضت وهربوا بعدها من البلد وسفروا سكندري فضل يحكي لها عن كل حاجة وازاي دخلوا السجن لما رفع عليهم قضية ان يضم حضانة بنته لي وازاي قضوا على مستقبله ويدمروه وبعدوها عنه كان بيحكي لها كمان عن والدتها انت كنت عارف كل ده يا عاصم ومخبي علي انا ما عرفتش اللي بعد خطبتي انا وجيجي لما انت حكتيلي عن والدك ووالدتك علشان كده كنت مسافر وخالد جاب لي كل المعلومات عنه يعني وقابلته لما حاولوا يقتلوكي هو اللي كلمني وبلغني انك في خطر لو لا ما كنتش عارف ايه اللي ممكن يحصل لك وقتها هو اتصاب وهرب قبل ما اتكلم معاه لكن بعد كم يوم لما رجعنا من اليونان كلمني تاني واتقابلنا واتفقنا على كل حاجة وانا اللي اصريت انكم لازم تتقابلوا في الوقت ده فجرة بصت لولدها بحزن وهو حضانها وكان حاسس بالذنب اتجاهها انا مش عارفة هما بيكرهون كده ليه اللي بيعملوا فينا كل ده ما تخفيش يا حبيبتي خلاص جه الوقت اللي لازم يتحسبوا فيه ويعرفوا ان الله حق فجر احنا لازم نمشي دلوقتي عشان نلحق نجهز اليوم بتاعنا لان فيه ناس كتير منتظرين في الفرح يدوبنا لحق نجهز النهاردة فرحنا وعاصم يا بابا ممكن تبقى معايا عاصمان بصة العاصم اللي تكلم مش هينفع يا فجر لان اسماعيل وفاطمة اكيد هيبقوا في الفرح ولو شافوا ابوكي وعرفوا ان احنا عرفنا الحقيقة خطتنا لايمكن تنجح ابدا فجر حسد بالحزن وهي مش عايزة تبعد عن حضن ابوها اللي اتحرمت منه كتير ومش مصدقة قد ايه هم طلعوا بالقزارة دي وبسببهم بقعدوها عن باباها كل السنين دي ما تزعليش يا حاببتي الايام جاية كتير وقريب قوي هعيش معاك بس لازم نخلص منهم الاول عاصم هيفهمك كل حاجة وبعدين ما تخفيش انا طول الوقت جنبك ولا يمكن حد ييئزكي تاني يا باتك انا متابعك فجر حسد بسعادة وانها متطمنة وهي في حضنك لكن بعادت عنه وتكلمت انت كنت متصاب قول لي انت كويس دلوقتي ما تقليش يا حاببتان كويس وبعدين دي كانت في دراعي والبركة في عمك عشماوي هو اللي لحقنا فجر بتسمت بامتنان وعاصم اتكلم بجدية فجر احنا لازم نمشي دلوقتي يا حاببتي وبعدين انا هجيبك تاني يلا بقى استنى يا عاصم ثانية في حاجة عاوزة ادهالك يا فجر قال جملته وهو بيطلع سلسلة من جيبه وحطها في ايديها السلسلة دي كانت بتاعة هديرة اللي ارحمها خديها يا فجر فجر خدت منه السلسلة وفتحتها لقيت فيها صورة الهدير صورة الهديرة يا عاصمان في الصورة اللي قصدها صورة لفجر اول ما تولدت ماما كانت جميلة جدا يا بابا عيونها دمعت وهي بتتكلم بسعادة وعاصمان حضنها بقوة وهو بيحمد ربنا انه اخيرا قابلها عاصم خدها ومشيو وهي طول الطريق بتتكلم معاه بسعادة وعاصم مبسوط وهو شايف فرحتها رغم انه كان خايف من ردة فعلها لكن انبسط وهو شايف قد ايه هي مبسوطة بعد ساعتين في قصر الانصاري مريم كانت وقفة جنب فجر وهي منبهرة من جمالها وقد ايه رقيقة ففستان الفرح والميكاب رقيق جدا وتسريحة الشعر كانت انيقة وكانت لبسة تاج الملكي اللي مكمل جمالها كانت زي الامر وكأنها ملاك ما شاء الله يا فجر ايه الحلاوة دي ده ام عاصم دعياله مليون مر عشان يتجوز مز امر كده يا بختك يا عاصم بيه بجد شكل حلو طبطني باينة كبيرة لا والله مش باينة وبعدين انت اصلا بالشكل ده بطنك مش هتبان غير في السابع المهم موقف كده وهو يتتحركي لما يدخل ادي له ظهرك عشان يتفاجئ بالامر فجر دحكت لكن حست بالتوتر وهي شم ريحة برفانه عاصم لأ لسه مجاش لكن الباب اتفتح ودخل عاصم اللي كان متقلق في بدلة لونها اسود وشعره كان متسرح بطريقة جزابة كانت كل حاجة فيه جميلة مارين بصت لفجر بخبص وقررت تخرج ألف مبروك يا عاصم بيه الله يبارك فيك يا مارين على فكرة انا اتكلمت مع مؤنس وكل تجهزات فرحكم علي بس اتنجز انتوا الاول ها كتر خيرك يا عاصم بيه عن اذنكم انا قالت جملتها وهي هطير من السعادة وخرجت من الاوضة عاصم بص الفجر اللي مدياله ظهرها ومتوترة وحس بشعور غريب رغم انهم متجوزين بقالهم فترة لكن شعور انها لابسة فستان ابيض وعارسها جاي لها وفرحه من النهاردة كل دتالها شعور مميز ومختلف كانت متوترة من الموقف بس فرحانة وحس بالخجل من مشاعرها كانت متنقضة لكن سعيدة حست بالارتباك وهي حس بالهدوء والصمت في الاوضة كانت هتلف لكنه تكلم بحز خليك زي ما انت يا فجر فجر حست بدقة قلبها بتزيد بشكل مريب ومربك وهي سمع صوته من وراه عاصم سكتت وهي حسها بايده بتحاوت وسطها وهو بيقربها منه سندت على ظهره العريض وهو ميل عليها وبس رسها دفر راسه في رقبتها وهو حاسس انه تكتب عليه حبها ويعسقها لدرجة انه وصل لمرحلة انه يتعذب في بعدها عنه وبيبقى عاوز يعمل اي حاجة علشان يرجع لها بقى سرع ما عنده فجرة نهدته هي حسة ان كل زره فيها بتدوب من قربه عاصم بععد عنها وتكلم بابتسامة اول ما شفتك حسيت ان هيكل لنا حكايا سوا لكن عقلي كان بيقول لي ان الموضوع ينتهي لما اطولك وتبقي ملكي وبعدها هقدر اتخطاكي وبعد عنك من يوم ما تجوزنا وانا تلعنت بحبي ليكي وبقيت بموت فيكي ويوم ما بقيت ملكي ما بقيتش عارف اشوف غيرك يا فجري عقلي وقلبي ما بقاش فيهم وغيرك كنت بموت وانت بعيد عني وكنت بتعذب وانا حاسس انك مش بتحبيني او بتخدعيني كنت عاوز اكسرك بس علشان تعرف انك خسرت حبي لكن من جوايا كنت بتعذب كنت بتعذب وانا شايف تموعك كان نفس حضونك بس خايف بس خلاص من النهاردة انا لا يمكن اسيبك تروحي في اي حتة من غيري حتى لو الموت مش هسيبك يا فجري اتي مراتي وملكي انا الوحدي وانا ملكك وعمري ما هكون لأي حد غيرك يا حبيبتي فجري وشها كان احمر وحاسة بالسعادة انا بحبك قوي يا عاصم بدوب فيك عاصم ما قدرش يقاوم اكتر من كده وحضانها بقوة وتملك رهيب لدرجة انها حاست ان ضلوعها هتتكسر في حضنه لكن كانت فرحانة من قرب عاصم بععد عنها وانتبه ليها قد ايه شكلها جميل في فستان الفرح ايه الجمال ده كله هو فيه كده فجري بتسمت بخاجة وده خلاه مال عليها وبسها باشتياء ورقة لكن قطاههم صدخبتة على الباب عاصم يا حبيبي الضيوف كلهم وصلوا القاع يلا كفاية كده تأخير كانت بهير اللي بتتكلم عاصم كان ساند راسه على راس فجر اللي بتاخد نفسها بصعوبة اوه ربنا يصبرني الساعتين دول فجر بعادت عنه بسرعة وهي ابتعدل مكياجها وبشها بقى احمر جدا من الخجل عاصم لف ايديها حوالين دراعة واتكلم بجدية يلا يا حبيبتي قبل ما نتأخر فجر ابتسمت وخرجوا سوا تحت زغريت الشغالين وفرحتهم عاصم ساعتها تركاب العربية خصوصا ان فستانها كان كبير وضخم قاعد جنبها والسواء اتحرك على القاعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة